طيب ننقل بقى للزعيم الزعيم بقى الزعيم بقى وطبعا الزعيم برضو حدوتك كذكرته في الفصل الاول بين السطور والفصل الاول كان فيه نجوم طبعا بس خلينا مش بقدر طبعا نذكر كل الاسماء ولكن لازم نقف عند زعيم الزعيم كمان مشوار خطير يعني هو عادي الامام انا حتى العنوان كنت بعنيه جدا يعني لما بقول ابتسم انت فقد عشت عصر عهد الزعيم يعني دا دا زع عصور ما شاء الله ربنا يديه الصحة يا رب وطلط العمر عصور عدل امام مش عصر ربنا يديه الصحة يا رب هو فكرة الفصل دا انا سألت سؤال قلت يعني قوة مصر مصر النعمة طبعا قوة عظيمة بس انا عشان اعرف قيمة عدل امام اجرب كده اشيل عدل امام من المعدلة او اشيل عدل امام من المشهد فرضا اني عدل امام دا مش مصري أو ما كانش موجود في مشهد القوى النعمة المصرية على مدار تاريخها هل كنت أتحس بنقص فطبعا الإجابة كان لازم تبقى لا طبعا هيبقى في فرق كبير جدا يعني عادي الإمام ما كانش مجرد نجم كبير حفر اسمه بالراحة لا عادي الإمام هو مشروع حتى رجعت المقال كتبه الأستاذ رجاء النقاش وده يعني أستاذ النقض عبر التاريخ الفني يعني أستاذ يعني ده كان رئيس هريك كواكب هو كتب جملة معبرة جدا جدا يعني قال لو لم يجد المصريين عادي الإمام لختاروا عادي الإمام لأنهم في حاجة إلى عادي الإمام احتمال ما كناش نعرف نختار عادي الإمام يعني عادي الإمام ده حالة خاصة جدا 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 على جميع المستويات وزي محضرتك قلت ابتسم فقد عشت عصر عادي الإمام يعني عادي الإمام تركيبة في منتهى الخطورة وفي منتهى الجمال والحقيقة أنه إحنا لحد النهاردة عايشين في العصر ده حتى بعد ما هو يعني يمكن ما بيمثلش حاجات جديدة أو مش بنشوف له حاجات جديدة بس النهاردة اللي بيقلب فينا وبيشوف فيلم العادي الإمام بيوقف يعني هنقف تعظيم سلام لعادي الإمام ده زعيم هضيف حاجة كمان على عادي الإمام الحقيقة لأنه كمان مش بس أفلامه يعني هو عادي الإمام أنا اعتبرته هو مشروع أسلوبه حتى أسلوبه طبعا طبعا بس أنا بتتعامل معك كمان أنه هو مشروع قومي رباني يعني بمعنى إيه إنه هو عادي الإمام في بداية وهو أولا كان مدرك برضو قيمته زي عمرو دياب جدا يعني في بداية طبعا طبعا حرم من أهرامات مصر يعني إحنا بنقول كده الأستاذ عادي الإمام ده علامة صحيح صحيح أما الناس بتسافر برة مصر من عادي الإمام عادي الإمام مصر عادي الإمام يعني هو نفسه عادي الإمام في الخريج والوطن العربي وفي كل البلاد مصر عادي الإمام يعني ما بتسمع بعد كلمة مصر اسم عدل إلهان صحيح لا فهو كمان هو مدرك لدوره كفنان طبع لأنه هو مثلا فنان زكي وفنان جميل أدوار وطنية عظيمة صحيح عظيمة يعني في سنة الثانية والثمانين لما كان الإرهاب علق شده يعني في مصر وكانت مثلا محافظة السيود دي كتلة من النار فهو كان في حدثة شهيرة جدا ليه لما كان بيعمل حوار مع الأستاذة عائشة صالح في المصور وهي بتقوله إيه رأيك في اللي بيحصل في أسيود كان ساعتها حصل كان فيه فرقة صغيرة جدا جامعية مسرحية في أسيود وبيحاولوا يعرضوا مسرحية فالجامعات التكفيرية ساعتها اللي كانت مساطرة على الجامعة دخلوا بالجنازير وبتاعه موته اتنين فكانت حدثة شهيرة جدا فعدي الإمام طلع منفعل جدا ولهم أنا مستعدة روح أعرض ساعتها كان بيعرض طبعا الفنان عدل الإمام حارب الإرهاب وكان من ضمن الفنانين اللي كان لهم تأثير كبير جدا على مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب بفكره وبفنه وبخفة دمه وبشرحه للقصة بمنتهى البساطة وبمنتهى خفة الدم عدل الإمام معادلة صعب إنك توزنها يعني عدل الإمام حكاية صعب إنها تتحكي صعب إنها تتحكي وهو الموضوع كمان كان فيه مغامرة بحياته يعني هو لما حتى هو قعد مع الفرقة بتاعته قال لهم اللي مش عايز يجي ما يجيش أنا مش هزعل من حد فأخذ الفرقة وراح عارض ثلاثة أيام في أسيوت في هذه الفترة أنا مش عايز أقول لك الصحافة ساعتها احتفت بالموضوع ازاي مع أنه هو لما الأستاذ محمود ساعد كان صحفي صحفي مقرب منه ساعتها قال له أنت فعلا رايح أسيوت قال له أرايح بس أنا مش عايزك تيجي لو هتيجي تعالك صديق أنا مش عايز الموضوع يبقى مجرد دعاية أنا مش أعمل دعاية أنا أعمل حاجة أنا مؤمن بي لكن محمود ساعدت طبعا الحس الصحفي طغى عنه فراح قال للأستاذ لويس جريس قال له إلحق ده عادي الإمام كذا 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 راح لويس جريس عمل كتيب الصحفيين وبعتهم على سيوت غطوا الحدث فكانت تخطيفه منتهى الروعة يعني وأثبتت موقف الفنان اللي هو الفنان حقيقي بقى اللي هو مش مجرد أنا بعمل مسرحية بتضحك الناس وبتاعه والدنيا تمام لأ لأ ده أنا ليه دور ولازم أقوم به علم من أعلام الفن المصري على جميع المشتويات الحقيقة بني أجيله الصحة الحمد لله أنا عادل إمام مصري يعني 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 في الأوقات دائما حضرتك بتقول كده تخيل لك شن عادل إمام من المشهد إزاي 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 ما يبقاش عادل إمام موجود في المشهد ربنا يجلوا الصحة وطوية العمر يا رب